المحكمة الأولية حددت جلسة للنظر في الالتماسات لم ترد الالتماسات سلفاً على العتبة وإنما ستنظر في الالتماسات العقبة أمام المحكمة الآن أن هذا القانون هو قانون أساس القانون الذي تم تمريره ليس قانون عادي وإنما تعديل لقانون أساس القضاء وهو نفسه قانون أساس المحكمة الأولية حتى الآن امتنعت عن التدخل في قوانين أساسية استسنها الكنيسة علماً أن الكنيسة لها قبعتان قبعة كسلطة الشرعية تشريع قوانين عادية وقبعة أخرى كسلطة تتبنى فصول من الدستور الإسرائيلي المستقبلي هي تسميها قوانين أساسية ومن المفروض أن تشكل لاحقا دستور الإسرائيل الآن الكنيسة عمليا استعملت قبعتها كمن تتبنى فصل من فصول الدستور أو تعدل فصل من فصول الدستور المحكمة الأولية قالت حتى الآن أنها حذرة جدا في أن تطبق ما يسمى نظرية التعديل الدستوري غير الدستوري معنى هذا تعديل في الدستور المستقبلي هل بالإمكان للمحكمة الأولية أن تقول أن هذا التعديل الدستوري هو بنفسه غير دستوري ويجب إلغاؤه هذا سؤال جوهري المحكمة الأولية حتى الآن مرة واحدة فقط تدخلت في قانون أساس بان حكومة جانس ونتانياهو عندما حاولوا أن يمددوا عمر الحكومة عن طريق تعديل قانون أساس يسمى قانون خوكي سود ميشي كامديناء قانون أساس مرافق الدولة والمحكمة الأولية قالت أنهم استعملوا هذا التعديل حينها بطريقة تسيء استعمال هذه القبعة التي تستعملها الكنيسة عندما تتبنى الدستور بالإمكان المحكمة الأولية مرة أخرى أن تسير في نفس الطريق وأن تقول أن الحكومة الحالية أو الكنيسة الحالية عندما سن هذا التعديل لإلغاء حجة المعقولية أساء استخدام السلطة الممنوحة للبرلمان أو للكنيسة لسن فصل من فصول الدستور لأن الهدف من هذا التشريع هو هدف كما ذكرنا في الإجابة السابقة هو هدف آني محلي يخدم فئة معينة وليس تعديل لقانون أساس الذي من المفروض أن يكون جزء من الدستور والذي من المفروض أن يكون له حياة طويلة ويخدم مصلحة الجمهور بشكل عام اشتركوا في القناة